اليوم رأينا 23 جنفية إن شاء الله مازال الخير وانتوما على بلكم بالكيين الضغط في الدول العالم من ناحية وصول اللقاح وإحنا أكدنا من الأول ما نقدروش نعطيه تاريخ باش ما نعطيهش عهد وغضوة إن شاء الله تقولوا وك وكذبته إحنا رأينا قلنا بإذن الله ووصول اللقاح قبل نهاية جنفية وإحنا نظن بلما زلنا في هذا الموعد رأينا اليوم 23 جنفية التكوين ساعتين فقط للشبه الطبيين والأطباء التعنا المختصين والعوام ساعتين ساعتين ليس للعموميات التلقيح اللي رأينا نقول له يعني هذا معمول به كل اللقاح عنده الخصوصيات إحنا نتكلم على سبوتنيك فوز ولا سبوتنيك فيكتوري نتكلم عليه أنه فيه لقاح أنتراميسك يعني في العضلة في اليوم الأول وفي اليوم الـ 21 نحن راح نقوله وشه راح يكون راح يكون راح يكون راح يكون برنامج تكويني أنه مثلاً كل إنسان اللي راح يتلقح راح يقعد في المؤسسة هذيك بدع الوقت باش نشاهدوا هالك أعراض ولا بكنش أعراض تانيين أنه كل إنسان راح يتسجل في دفتر في دفتر رسمي للمؤسسات الصحية وراحيني لازم يتبلغ في الـ 21 في اليوم الـ 21 لازم يعاودي ولي راح يخرج من التلقيح الأول بتاريخ التاريخ اللقاح تاني كي ولي في اللقاح تاني راح نجبدو الورقة تاعه وراحيني يعطينا كم الأعراض اللي قدروا يكونوا وراحيني نسجلوها وانتوما تعلموا باللي في الـ في الـ في الوزارة احنا في الصحة عندنا يعني الـ الاجنس ناشونال تاع الـ اليقاضة الصيدلانية والـ الاجنس ناشونال دو فارماكو فيجيلانس هذي اللي راح تتبع كل الحالات اللي تكون فيهم أعراض جانبية هذي معمول بها في كل اللقاحات اللي مرت في الجزائر مندة أعوام ولاية معنية بتلقيح المناطق مناطق الضل ومناطق النائية على بها تكلمت على مئة وسبعين واحدة متنقلة مئة وسبعين واحدة متنقلة هذي اللي هي تعني اللقاحات في الخاوتنا البدو الروح الخاوتنا في المناطق النائية